اهلا بكل متابعي قناة الشرقية وبرنامج الشوط الثالث احييكم احلى تحية وموعدنا يتجدد على الهواء مباشرة نأخذكم الى اهم الاحداث والمتابعات الرياضية التي نضعها امامكم اولا باول نبدأ جولتنا هذا اليوم سادتي الاكارم من اجتماع اتحاد الكرة العراقي بعدد من الزملاء الصحفيين والاعلاميين لمناقشة تداعيات الازمات الاخيرة للاتحاد وايضا لبعض الامور التي اثيرت بما يخص اعداد المنتخبات وايضا بعد الاخفاقات التي رافقت خليجي 25 اذ اكد اتحاد الكرة العراقي ان اعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد موافقون على اقامة دور المحترفين خلال الموسم المقبل جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي اقيم الثلاثاء في مقر الاتحاد واكد انه من الداعمين او اكد الاتحاد ان الدعمين الجماهيري والاعلامي الذين صاحبا خليجي 25 نتمنى ان يستمروا في المرحلة المقبلة لتحقيق حلم التأهل الى كأس العالم المقبلة واشار الاتحاد الى ان اقامة دور المحترفين الذي سيكون في الموسم المقبل وسيبرم عقد قامته مع اللاليغة الاسباني في الايام المقبلة اما بخصوص مباراة ايران الودية فانها لم تلغى وهناك تواصل مع جانب الايراني وسيحسم الامر قريبا على اقامتها في بغداد وهناك منتخب اوروبي يرغب بملاقات العراق في بلدنا وسنحسم الامور قريبا ايضا واكد الاتحاد انه ليس هناك حضر على لعب المنتخبات الوطنية في العراق مشيرا الى ان هناك تعاقد لشراء سيارتين منظومة فار وستصلاني قريبا طبعا الاجتماع صارت بي الكثير من المداخلات لبعض القضايا اللي اثارها عدد من الاخوة الاعلاميين بخصوص عقد الشركة الراعية لتوزيع تذاكر خليجي 25 بقيمة 4 ملايين دولار هذه الشركة ما شفناها ولم يكن لها حضورا في منافسات البطولة وايضا ذهب ضحية هذه الشركة عدد من الجماهير الرياضية اللي للأسف توفوا نتيجة الددافع اللي صار في مباريات البطولة وخصوصا في المباراة النهائية مع انه هناك بعض الامور اللي يتحدث عنها الجميع في المؤتمر ومنها الموقع الويب سايد الخاص بالشركة والبطاقات اللي تم تزويرها وتم مبيعها في الاسواق امور كثيرة رئيس الاتحاد قال اللي عنده ملف فساد عليه روح يقدم للنزاها بدل ما يهدد به عبر منابر البرامج التلفزيونية ايضا امور كثيرة تم مناقشتها في هذا الموضوع لكننا نرجع ونقول الى الجميع وخصوصا اتحاد الكرة ورئيس اتحاد الكرة اعتقد المنظومة الاعلامية الرياضية العراقية تهدف لاصلاح بعض الاخطاء اللي تحصل وبالتالي دائما ما نضع منظومة الخطأ اللي تصير امام اعين من يهمه الامر لغرض اما اصلاحها واما تجاوزها واما ايجاد الحلول الاعلام دائما هو المرآة العاكسة لعمل كل المنظومات الرياضية سواء كان في الاتحادات او في الاندية الرياضية لذلك كنت اتمنى وما زلت على رئيس الاتحاد والاتحاد ان يتمتعوا بالاريحية الكاملة وبالاسترخاء لانه انت تعمل انت تخطأ لكن اكو خطأ عن خطأ يختفر وبالتالي الاسترخاء والهدوء مطلوبان في المرحلة المقبلة وعلي ارى انه هناك تقاطعات اصبحت واضحة للعلن ما بين الكثير من الزملاء والبرامج الرياضية وما بين اتحاد الكرة وخصوصا رئيس الاتحاد اللي دائما ما يتصدر المشهد ما شفنا مؤتمر صحفي الى عدد من اعضاء الاتحاد ما شفنا لقاء صحفي او تليفزيوني لعدد من اعضاء الاتحاد ما عرف ليش هذا الحكر بس لرئيس الاتحاد لذلك هو الاجتماع كان مثمرا وبالتأكيد الجميع يعمل لمصلحة الكرة العراقية ورياضتها سادتي الاحبة بعد الدور الكبير اللي لعبته قناة الشرقية في بطولة خليجي 25 والتخطية اللي نالت استحسان العراقيين والعرب وكل من تابع البطولة بعد التخطية التي استمرت لمدة 17 يوما متواصل وتخطيات وصلت الى 8 ساعات كرمت رابطة الرياضيين الرواد الابطال قناة الشرقية وبرنامج الشوط الثالث بعد ان اشادت الرابطة بالدور الكبير الذي لعبته قناة الشرقية ودعمها للرياضة العراقية وبالتأكيد كانت من المساهمين في انجاز الانجاز العراقي اللي تحدث ببطولة خليجي 25 طبعا نشاهد اللقطات لحفل التكريم اللي حضر ممثلا عن القناة وعن برنامج الشوط الثالث الزميل مراسل البرنامج زيد السراج واللي كانت هناك كلمة لرابطة الرياضيين الرواد كلاها البطل الاولمبي عدنان الجابري اللي اشاد بالدور الكبير الذي لعبته قناة الشرقية في دعمها لمنجز خليجي 25 وايضا لبقية الاتحادات والرياضة العراقية كما اشادوا جميعا بالدور الذي يلعبه برنامج الشوط الثالث المكرس لخدمة الاتحادات وايضا الرياضة العراقية حضر حفل التكريم عدد كبير من الشخصيات الرياضية البارزة وايضا عدد من اعضاء المكتب التنفيذي لرابطة الرياضيين الرواد الابطال في العراقي والعالم طبعا نتقدم بشكر جزيل على هذه الالتفاتة الرائعة لرابطة الرياضيين الرواد الابطال في العراقي والعالم وبالتأكيد ديدا قناة الشرقية هو خدمة الرياضة العراقية وخدمة العراقيين في جميع مفاصل الحياة وبالتأكيد هذا اقل واجب قدمناه لكل جماهيرنا العراقية التواقع لاحراز نصر عراقي خليجي ولله الحمد وفقنا بشهادة الجميع لما قدمناه كما اود ان اشكر نيابة عن جميع زملائي ان كانوا مراسلين في محافظاتنا العزيزة وايضا زملائي في ستوديو البيث وفي الكنترول وفي جميع اقسام القناة اتقدم لهم بالشكر الجزيل لما قدموه من جهود رائعة ومتميزة لله الحمد من خلال هاي الجهود استطعنا ان نلفت الانظار وان نحظى بهذا التكريم من قبل رابطة نكون لها الاحترام والتقدير ليس على مستوى العراق بل حتى على مستوى العالم نتابع هذه اللقاءات اللي اجراها زمينا زيد السراج والتي تحدثت عن دور قناة الشرقية وبرنامج الشوط الثالث في مساهمتها بالنصر الخليجي العراقي صراحة لنا الشرف نحن رابطة الرياضيين الرواد بالعراق والعالم ان نكرم هذه القناة الرائعة التي هي لسان حال كل الرياضة ونشكر الأستاذ محمد الناصر وكادره أو كتيبته التي لا تكل ولم تمل كما نشكر الأستاذ سعد البزاز لهذه القناة التي تنقل معاناة الرياضة العراقية إن كان بالسلب أو الإيجاب نجينا هنا بنخبة رياضية من كافة الألعاب بتكريم برنامج الشوط الثالث القناة الشرقية الموقرة التي أبدت جهودها كبيرة مع القنوات الأخرى وكانت مميزة في خليجي 25 للأحداث التي كانت تنقلها والألعاب والمتخبات المتخب العراقي الوطني وكل المباريات نقلتها فرصة ولحظة تاريخية أنه رابطة الرياضيين الرواد في العراق والعالم أن تكرم قناة الشرقية السباقة في نقل الحدث الرياضي بالكامل وبمزاقية جداً عالية هذا التكريم ما أجي اعتباطاً إنما أجي نتيجة جهد القناة اللي بدله في المرحلة الأخيرة خاصة بطولة الخليج العربي اللي كانت نقلة نوعية في الأرث التاريخ الرياضي العراقي اتجاه العالم شكراً لكل المتحدثين ونعاهد الجميع على المضي بذات النهج اللي سلكته مجموعة قنوات الشرقية لخدمة جميع العراقيين وخدمة المحافل الرياضية عبر كل برامجنا إلى الانتصارات اللي واصل تحقيقها المنتخب الوطني العراقي بكرة السلة في تصفيات آسيا المؤهلة إلى نهايات آسيا في العاصمة القطرية الدوحة إذ خطف المنتخب العراقي فوزه الثاني على شقيق الإمارات بعد أن فاز عليه باثنين واثمانين مقابل أربع وسبعين نقطة في ثاني مبال فوز الكبير اقترب المنتخب العراقي من التأهل لنهايات آسيا وفاز المنتخب العراقي في مباراة الأولى طبعا مبارك للاعبين على الفوز الثالث على التوالي اللي انتهى قبل قليل فوز المنتخب العراقي على شقيق العماني وبالتالي حصل على العلامة الكاملة وتأهل بجدارة واستحقاق بطلا لمجموعته بعد أن خطف الفوز في ثلاث مباريات على قطر والإمارات وعمان مبارك للمدرب القدير محمد النجار ولكتيبته وإلى الاتحاد العراقي لكرة السلة إن شاء الله يوم غد رح يكون إنه حلقة موسعة عن هذا الفوز الكبير اللي حقق أبطال الكرة السلة العراقية طبعا مشاهدين الأحبة نبقى في أجواء الرياضة العراقية ونذهب بكم إلى اجتماع لإدارة نادي الشرطة بعد الدعوة التي تلقاها من الاتحاد العربي لغرض المشاركة في بطولة الأندية العربية إذ عقدت إدارة نادي الشرطة الرياضي اجتماعا موسعا لحسب مشاركة فريقهم الأول في البطولة العربية وقال مدير إعلام النادي حسين الخرسان في تصريح خاص به الشوط الثالث أن الاتحاد العربي لكرة القدم تواصل معنا من أجل مشاركة نادي الشرطة بطل الدوري للموسم الماضي في منافسات البطولة العربية وأضاف أن إدارة النادي اجتمعت لحسم المشاركة في البطولة العربية من عدم يذكر أن نادي الشرطة توجه بلقب الدوري الممتاز الموسم الماضي ترجمة نادي الشرطة نتمنى أن تكون مشاركة موفقة لفريق نادي الشرطة في بطولة الاندية العربية القرار لم يصدر إلى الآن من إدارة النادي حيث يعني أكيد مشاركة النادي يحتاج لها مبالغ ويحتاج لها ترتيب وتخطيط لا سيمة أنه فريق الشرطة يسعى للحفاظ على اللقب رغم أنه الآن يعني ليس بمستوى الموسم الماضي لكن نتمنى الموفقية طالما هو ممثلا للاندية العراقية في هذه البطولة نذهب إلى نينوى العزيزة الغالية سادة الأحبة والتي تلقى شارعها الرياضي نبأ قرار إعادة بناء ملعب نادي الموصل الرياضي هذا الملعب الذي كان يطلق عليه ملعب الرعب والملعب الكبير لما حققت الرياضة الموصلية من إجازات إذا أعلنت مديرية رياضة نينوى هذا اليوم عن بدء عملية إعمار ملعب نادي الموصل الرياضي في منطقة باب سنجار حيث أكد معروف محمد لمراسل برنامج الشوط الثالث أنه خلال الأيام القليلة المقبلة ستتم المباشرة بالمشروع بعد أن وصل تقرير المكتب الاستشاري للجامعة المستلصرية اللي أكد بهدم الملعب السابق بشكل كامل ومن ثم بناءه من جديد واللي رح تستغرق عملية إنجازة من طع الشهر لتعاد الحياة له من جديد هذه الحياة لهذا الصرح الكبير ملعب نادي الموصل الذي كان يسمى ملعب الرعب والذي شهد فيه أروع الإنجازات الرياضية للكرة الموصلية وباقي الرياضات طبعا خطوة موفقة ورائعة نتمنى أن تعاد البسمة مرة أخرى إلى جماهير نينوة وجماهير الموصل بعادة هذا الملعب الذي كان وما زال يشكل على مفارقة في إنجازات الرياضة الموصلية وبالتحديد هذا الملعب اللي خرجنه يمكن أبرز نجوم الكرة الموصلية وعلى رأسهم الكابتن الكبير حارس محمد طبعا نتابع هذه اللقاءات اللي أجراها زمينا محمود الاستيفاني مراسل برنامج الشوط الثالث في نينوة ودهوك مع معروف محمد سالم ومع أمي سر نادي الموصل نتابع هذه اللقاءات كما استحصار الموافقات من المكتب الاستشاري لجامعة المستنصرية وورد إلينا التقرير الخاص بإزالة الملعب بالكامل وإنشاء ملعب سعة عشر تالاف متفرج زائدا ميدان الجري الأتراك هذا الملعب سيكون حاضر كبير لمدينة الموصل تكلفة هذا المشروع ستة وعشرين مليار المقدر لهذا المشروع هناك مبلغ مخصص منذ سنة 2020 بثمين مليارات وخمسمية واربعة مليون وسيتم ناقلة باقي المبلغ سيتم المباشرة قريبا بعد إجراء الإجراءات الإدارية في هذا الموضوع إعداد كشف وتصاميم وستتم المباشرة إن شاء الله بعد أقل من الشهر من هذا اليوم بعد ورود التقرير جامعة المستنصرية بخصوص ملعب نادي الموصل الرياضي والذي تم في تقريرهم إزالة الملعب نطالب بالإسراء بإعادة بناء الملعب وبث الروح في هذا الملعب الذي كان يسمى ملعب الرعب سابقا خصوصا إن نادي الموصل عنده استحقاقات في الدوري المؤهل إلى الدرجة الأولى في الأشهر القادمة نتمنى الموفقية والنجاح في تأهيل هذا الملعب وإعادة إن شاء الله خلال الأيام القليلة القادمة أخيرا مشاهدين الأحبة منتخب ناشئة العراق بكرة اليد بكل أسف انتعرض إلى خسارة قاسية في أولى مبارياته ضمن منافسات البطولة العربية الجارية في العاصمة الأردنية عمان اذ خسر منتخب العراق بكرة اليد للناشئين أولى مبارياته أمام المنتخب الأردني بثلاثين مقابل أصباط عشر هدف وهي نتيجة قاسية للعراق خلال المباراة اللي جرت على قاعة الأميرة سمية في مدينة الحسين للشباب ضمن منافسات البطولة العربية اللي تحتضنها العاصمة الأردنية عمان لم يقدم الفريق العراقي المستوى المعروف عنه وظهر بطيئاً ومتباعداً في الأداء ويعول المدرب المصري شريف مؤمل على قلة إعداد الفريق لهذه البطولة هذا وقد وصل وفد العراق الوطن لكرة اليد الناشئين إلى عمان للمشاركة في البطولة العربية التي انطلقت يوم أمس بمشاركة ستة منتخبات عربية موسيقى طبعاً نبارك لنشام الأردن هذا الفوز ونقول حظ أوفر للمنتخب العراقي لكن أكو شغلة أريد أقولها حتى أبين للعالم أنه الناس وين وصلت أو إحنا وين وصلنا في العام 93 من القرن الماضي كانت هناك مباراة ودية على قاعة الصقور المغلقة أيام نادي الطيران أو نادي القوة الجوية في بغداد في شارع فلسطين جاء المنتخب الأردني الشقيق اللي كان يستعد للمشاركة في بطولة دولية عراقية وخاض مباراة منتخب الأردن مع نادي القوة الجوية أحد أندية العراق خسر المباراة بفارق كبير بكرة اليد نادي فاز على منتخب بفارق كبير الآن الأشقاء بالأردن وين وصلوا منتخب الناشئين يفوز على العراق المنتخب الأول 30-17 لذلك يعني أرجع وأقول علينا الالتفات والاهتمام بالفئات العمرية وبالمنتخبات يا قادة الرياضة اهتموا بالقواعد اهتموا بالناعبين الشباب والناشئين اطلقوا المنح والأموال اهتموا بيهم نموا أفكارهم خلوا استراتيجيات تابعوا تركوا نفع أوفوا كرة القدم بس كرة القدم يعني مو تعوفوها نهائيا بس كرة القدم مو كل شي ترى اكو رياضات تستحق الاهتمام ومن خلالها اذا وسعنا تفكيرنا رح نحقق أوسمة على مستوى آسيا وعلى مستوى الأولمبياد وما نبقى حكر على ميداليا للراحل خالد الذكر عبدالواعد عزيز في العام 60 ترى اكو دول الصومال لعدها ميدالية في الأولمبياد الصومال ما اعتزازي بأشقائنا في الصومال هذا العراق أبو الخير وبالحضارات وبالميزانيات المنفلقة والميزانيات الانفجارية ما عدنا غير ميداليا في العام 60 للراحل عبدالواحد عزيز في أولمبياد رومي وانتهي الموضوع وكأنه كل المعنين اللي يجوي ما عرف ما عرف ليش ليش اللا مبالاة في هذا الموضوع والله ما ادري يرادلنا حلقات حتى انصحيهم من السبات النايمين بي قادة الرياضة ونقولهم التفتوا هذا اللي ريد نقوله نتمنى الموفقية للمنتخب العراقي اللي ناشئين في مبارياته القادمة وتعديل مساره سادة الأحبة للجزء الثاني من حلقتنا لهذا اليوم حديث مطول واحد من الأندية التي استطاعت أن تتحدى جميع المعوقات المالية الإدارية الإرهابية ووصلت إلى ما وصلت إليه سيتحدث عن نادي ديال الرياضي يوم أمس تحدثنا عن نادي الميناء وناقشنا أسباب خسارته أمام العنيد أنا أطلقت عليه لقب العنيد وهو نادي ديال البرتقالي هذه المدينة العزيزة الغالية هذه المدينة اللي انظلمت بكل شيء أو بكل نواع الظلم على المستوى الرياضي على المستوى الثقافي على المستوى الفني لكن أكو خيرين كثار من أبناء المدينة وأبناء العراق أرادوا أن يفعلوا شيء لهذا النادي وفعلا هذه الصحوة الرائعة اللي نشاهدها لهذا النادي تحت قيادة إنسان شاب هو الأخ أحمد الموسوي ومن معه فريق نادي ديالة بكرة القدم يواصل السير بثقة لتصدر دوري الدرجة الأولى المجموعة الثانية بخمسة وعشرين نقطة بعد أن فاز على الميناء في عقر داره وبين جماهيره الميناء المتسلح بالنجوم والأموال والجماهير والتاريخ فاز عليه 2-1 وسبق أن فاز عليه 3-0 في المرحلة الأولى لذلك ارتقينا أن نقف باحترام لهذا الإنجاز اللي يحقق هذا النادي واللي يقف وراه أيضا مدرب شاب مغمور هذا المدرب اللي يعمل بصمت دون اهتمام صحفي أو لقاءات أو عفوا دون جعجع أعلامية دي يشتغلوا بصمت ودي يحقق الانتصارات لذلك ذهبنا إليه وإلى عقر داره لنحييه ونبارك له هذا الإنجاز اليوم ضيفي الكريم هو المشتهد الكابتن علي عبد الله ابن ديالة العزيزة الغالية قائد ربان هذا النادي اللي وصل إلى الآن إلى مصاف النجومية أحييك أجمل تحية كابتن علي في هذا اللقاء وانا سعيد جدا بحضورك الكريم معي في الشوط الثالث عبر الشرقية شكرا جزيلا أني تراك الجميل ومقدمتك الرائع بحق محافظتنا العزيزة أنتما قلت المظلومة المنكوبة شي سميه سميه تحية طيبة لك لحضرتك اللي حقيقة تناقش القضايا الرياضية بطريقة ودية وحضارية وداما ما يكون نقدك فناء بدون انتقاس من الآخرين وتحية طيبة للمشاهدين قلانة الشرقية وانا جدا سعيد بلقائي بهذه القناة المحتفظة وإحنا سعداء جدا كابتن علي النجم الكبير النجم الرائع الله الذي تحقق الإنجازات وما متوفر لك كل شي ورح ندخل إن شاء الله بالتفاصيل إذن تعرفتم على ضيفي الكريم والمحور اللي رح نتحدث عنه ابقوا معي نتابع هذا التقرير اللي يعد زيد السراج واللي يتحدث عن مسيرة نادي ديالة بدور الدرجة الأولى ابقوا معي بأداء مميز ونتائج إيجابية يسعى فريق ديالة ممثل المحافظة الجماهيرية للعودة مجددا إلى الدور الممتاز بكرة القدم بعد تقديمه لعروض مميزة في دور الدرجة الأولى والتصدره لمجموعته بجدارة واستحقاق حصل النقاط الثلاثة كان مطلبنا ومطلب جماهيرنا والمدرب اللي مبروك لجماهيرنا هذا ديالة والكادر التدريبي واللاعبين والإدارية ديالة بقيادة مدربه الشاب علي عبدالله فرض نفسه بقوة على المنافسين وتمكن من الفوز على بطل الدور الممتاز وأحد أعرق الأندية العراقية وهو الميناء ذهابا في ديالة بثلاثية نظيفة وإيابا في البصرة بهدفين لهدف مباراة كانت صعبا فريق خاصة نادي الميناء نادي الميناء فريق لتاريخها ومثل ما تقول له اسمه بالدور الممتاز كان ونزل لدور الدرجة الأولى لكن الحمد لله والشكر قدرنا نأخذ ثلاث نقاط مهمة من أرض الخصم وإن شاء الله نتهى للدور الممتاز وهذه أول محطة لتأهل الدور الممتاز من أرض الميناء كانت مباراة صعبة لعبنا ضد ميناء فريق عريق بلاعبين ومدربين والحمد لله والشكر قدرنا نحقق الانتصار في الدهاب وفي الآياب قدرنا نحقق الانتصار ونوعد جماهيرنا إلى الفوز الجماهيرنا العريقة ونوعدهم إن شاء الله بالدور الممتاز صاليا بعونا الله متصدر المجموعة الثانية شيئا فشيئا بات رقبا صعبا ويقترب بخطواته من الوصول إلى دور الأضواء لكن الطريق لازال طويلا مع وجود عدة جولات مهمة ومنافسيين ليسوا ببعيدين كثيرا عليه لذا يحتاج البرتقالي للتركيز كثيرا حتى آخر اللحظات إذا ما أراد الفوز بصدارة المجموعة زيد السراج لبرنامج الشوط الثالث إذا شكرا لزيد السراج أعود ليحاور ضيفي الكريم المشتهد الكابتن علي عبدالله مدرب نادي ديالي كابتن ألف مبارك انتصاراتكم وتمسككم بصدارة المجموعة الثانية بجدارة واستحقاق كيف واصلتم رحلة النجاح في ظل الحقيقة المشاكل الكثيرة اللي تواجه هذه المحافظة العزيزة الغالية نعم كاتب الله يبارك بيك سيد الحمد شكرا جزيلا لنستاذ زيد على تقرير راع والله الحقيقة الكل يعرف الفريق قبل موسمين كان يابس على الهبوط اتيتم 2021 كملت الموسم باقي خمس مباريات أربع منظمهم كان خارج المحافظة استعتب فضل الله سبحانه وتعالى وجهود اللاعبين والإدارة وثقت النفسيا أبقى الفريق للدرجة الأولى الموسم الماضي قدرنا وعد وصبحت للإعلام أنه فريقنا إن شاء الله ما يعاني من الهبوط وبنفس الوقت يكون فريق منافس لفرق المجموعة الآخر لحظة وهذا ما حدث في فضل الله سبحانه وتعالى هذا الموسم بعد جلستنا مع الأخوة رئيس وعضاء لدارة المحترمين وطموح كبار وحاضح مشروع ودياله صاحبة إرث وتاريخ كروي يعني في السابق كل منتغلب على الفرق الجماهيري مثل الزوراء والجوية والطلبة وكننا نحرز أهداف مرماهم ونحرجون في ملعب الشعب وفي الملاعب الأخرى طموحنا كبار أنه نبني فريق ينافس على بطاقة التأهل والحمد لله وشكر الله بجهود الإدارة ودعمهم المتيسر لهم الحقيقة يعني نحن دعمنا المادي ميضاهي ربع ربع من أنا مسؤول عن كلام ربع من ميزانية الميناء منوصل أو حتى الفرق المؤسساتية المرور الجولان فرق المحافظات يعني دعمنا محدود يتكفل بهذه الأمور السيد أحمد الموسى ورئيس النادي المحترم يحاول يلملم كل أمور النادي حتى تمشي بالطريق الصحيح فبدينا الموسم في بطولة الكيس اللي كنا منعول عليه وما مهتمين بها خسارة مع الشرقات هاي الخسارة شوية ولدت في بعض النفوس جماهيرنا والمسؤولين والدعم للنادي أنه الفريق ما يبشر بخير فالحقيقة راهنت في كثير من اجتماعات وتصريحات في ديالة أنه فريقنا راح يكون مميز في الدوري وما يقبل لنا بمركز الأول أو الثاني إن شاء الله وهذا ما حدث بالفعل بعد بناء فريق من لاعبين مغمورين لاعبين أبطال يمثل كل مواهب لكن كسيفي يعني ما عندي لاعب سوبر من فريق من فرق شماهيرية أو من فرق كان لها صولات فجرات الدوري فبنينا فريق الشباب المحترم كانوا على قدر عالم مسلولية وقدموا كل ما عليهم والحمد لله وشكر الله لحد هذا اللحظة احنا بالصدارة صدرنا الدوري لمدة تقريب عشرة دوار المرحلة الأولى المرحلة الثانية دور واحد لاحبنا فقدنا الصدارة دور واحد للميناء ودور واحد للمرور فالتسع دوار راحنا مصدرين المرحلة الأولى وهذا ما جاء من فراغ جاء من جهود وتعب اللاعبين ودعم الأخوة في أعضاء الدارة ودعم جمهورنا الكبير المحترم نعم خليني أدخل في تفاصيل حتى أبين للناس أنه إنجاز ديالة من رحم معاناة الكل يعرف وأنا وياكم التفقين وسادة المشاهدين الأموال هي أساس النجاح ماكو أموال ما تقدر تخطط ما تقدر تستخطط ما تقدر تلعب أنت عندك سفر وعندك نقل وعندك عقود وعندك هذاء وعندك دواء هذا الموضوع منتهين مني كيف تغلبتم على هذه المعوقات وإحنا نعرف كل زين أكو أزمة مالية تضرب جميع الرياضات العراقية والله أستاذ محمد مثل ما قلت لك قبل شوية التكاتف الأخوة أعضالة دارة ودعم السيد أحمد اللامحدود للفريق يعني أنت تعرف مصاريف الفريق مثل ذلك السفر والفنادق والطعام السكن والطعام يعني هذه المبارات مع الميناء يعني دماء تلفتنهم ست ملاعين فالمصاريف كل شيء ماكو دعم من المحافظة من الوزارة عزيز قبل ميس المحافظة وإنسان محترم ورياضي يعني الحقيقة دعم المحافظة يعني شيء قليل يعني مو مثل باقي المحافظة يعني نحن قلتك ميزانيتنا يعني و هذا أخو صديق يعني أخو صديق و ما أخو صديق في بعض لا 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 الحقيقة و لنكرها الرجل لحد هذه اللحظة بالمناسبة بالمناسبة يعني أنا أنا أستغرب أنا أستغرب لجميع المسؤولين اللي يقودون المحافظات تراهوا هذا نصر إلي لذلك عليهم أن يدعموا يعني أنا استغربت لبعض المحافظين عندما يعني يتنصلون عن خدمة فريقهم لأن هذا فريقهم فريق ولايتهم فريق مدينتهم سيذكر التاريخ في عهد فلان يعني السنة هذه صلاح الدين من الثلاثة وثمانين أخذ الدوري لحد الآن الناس اتجير الفوز لمحافظ صلاح الدين الله يرحم و راح الدار حقا هذا نعم الله يرحم هذا أحد أبناء عمومتي زيان يعني ليش يعني هذا على كل ما خلنا نتجاوز زي المرحلة ما رجل ندخل بمتاعات استاذ علي لا لا خلينا الحقيقة استاذ محمد الحقيقة الحاج مفنى يعني رجل داعم بس العمور المالية ما أعرف شنو السبب التعارق بها ما أعرف الرجل الرجل دعمنا بما فيه الكفاية لكن طموحنا أكبر رجل دا يدعم استموحنا أكبر هذا اللي أرد أقولي نفط الوسط نفط الوسط 2014 أنا مدرب لدي هذا نعم خذت الدوري تهيئي وياهم صعد من 2014 2015 تاريخ ما أشفع الزورة والجوية والشرطة أول موسم بالممتاز بالأموال واللاعب الكابتن عبدالغانيش أخذ الدوري بس دوري كان مجامع كابتن كان مجامع ما كان ذهاب فعلا فعلا بس التاريخ يسجل أكيد أكيد طيب قاليني هس قاليني هس عوفا للحج في دوالعينك هس خلينا احنا على انتصاراتكم وعلى انجازاتكم اللي احنا فرحانين حقيقة نفرح عندما يعود فريق دياله وينهض من ركام من ركام الحرب والدمار والإرهاب لأن احنا متألمين لما حدث قبل أيام من إرهاب بحق أحد أقضية أو مدن الخالص العزيز الغالي يعني الله يرحمهم جميعا لكن لكن هذه الأمور ما وقفت حائل آمين إن شاء الله ما وقفت إذا تطلعات هذا النادي اللي كان خير ممثل إلى محافظته ولا ننسى ترى نادي دياله صاحب إرث في دوري الدرجة الممتازة عندما خرجنا حسين عبد الله وخرجنا لاعبين بمستوى يعني حسين كان ينافس على هداف الدوري وصغر هداف دوري وهو لاعب دياله كان في كل يسجل كابتن علي يعني إحنا اليوم فرحانين بهذا المنجز اللي حقق نادي دياله الآن صعدتم للصدارة ومتمسكين بيها بالتأكيد الحفاظ على الصدارة وأمامكم أعتقد عشر مباريات فقط يمكن المهم ستزداد صعوب ما الذي سيفعله علي عبد الله وكتيبته خلال قادم الأيام والله سيد الحمد تتعرف يعني نادي دياله من الفرق المتصدر بالمجموعة من الدور الأول حد هذا الدور الفرق اللي تلعب معانا يعني تلعب بطرق دفاعية وتحسب ميت حساب الفريق أصبح فريق معروف فريق لهويته لشخصيته بالملعب ودلي كلا مبارة الأخيرة مع الميناء اللي حقنا منصار واني قبل شهر كنت مصرح أنه نفوز على الميناء بفضل الله سبحانه وجهود اللاعبين انت فيزد ذهاب وإياب عليهم كابتن علي 3-0-2-1 ذهاب أول 3-0-2-1 على كابتن والمدرب الخدير كابتن باسم قاسم اللي دربني في 98 الرجل المحترم ومدرب صاحب فضل علينا قلت لك يعني كل الفرق تلعبوا بطرق دفاعية وحتى اللاعبين يعني مثل ما أقول لك يعرضون نفسهم يقدم كل ما عنده أمام ديالة فالمهم الصعبة يعني مو سهل انتم تصعد للقمة شيء لا يكون أسهل بس لكن الصعوبة شوان تحافظ على القمة يعني يعني يراد لك دعيم يراد لك مكافآت يراد لك تحفيز لللاعبين حتى تبقى مششبث بالصدارة وننافس الفرق من الميناء فريق مدجيج بالنجوم وكادة بتدي بمحترم وخلفهم جماهي ومحترمة فريق الجلال فريق ثقيل لاعبين مميزين كابتة مصطفة كريم ودرب محترم يعني فرق المرور كابتة الرشيد يقود مروب موسم ممتاز فعدنا فرق منافسة وفرق يعني مثل ما أقول لك مطمئنة مالين مرتاحة مالين احنا يراد لنا إن شاء الله دعم من أخو المسؤولين أخو الميسؤولين الحال في المحافظة يعني التفتوا هذا الفريق الشاب اللي فرح مليون وستثمئة وخمسين ألف نسمة يعني هذا الدوري المحترم لكن احنا طموحنا أكبر إن شاء الله نوصل لبه المتاز نعم ونعيد قلت لك احنا صحاب أرث وتاريخ بالدوري المتاز كنا نتغلب في بطول تم المعارك السابقة بال1990 عفو نغلبنا على الجوية لا الجوية شان ما يغلبكم هي ما يغلبكم فعلا يعني 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 هاي الحقيقة نعم الحقيقة يعني أرجع وأقول إنه إنجاز نادي ديالة خلال دوري الدرجة الأولى طبعا دوري الدرجة الأولى صعب جدا بكل المقاييس فعندما نتحدد وفعلا هو دوري المظاليم لأنه هذا الدوري مظلوم إعلاميا ومادري طفت الكهرباء عندك بس رجعتنا الحمد لله هذا حال بلدنا نعم كابتن الحمد لله وشكور زين الصورة رجعت صغلة المولدة ايه اشتغل كابتن مباراتك تجاية مع من إن شاء الله إذا الله راد مبارات القادمة إن شاء الله طبعا فريق نادر الحسين اللي احتل المركز السابع أيضا فريق ترك لاعبين شباب ممتازين وعدهم طبوح أن يبقون بالدوري ومثل ما قلت لك الفرق اللي تلاقي لها ديالة قلت هذا فريق مصدر وحالة إعلامية وكسب حضورة بالدوري فيحاولون يقدموا كل مواعدهم إذا كادر تجيبوا إذا لاعبهم إن شاء الله يعني بعدنا بأرض المصرف ها مبارات اللاعبين بالمنازع وقلت لهم تنسون مبارات الميناء صفحة وانطوة نفكر بالقادم اللي هو أصعب يعني مبارات هذه الحسين في ملعبنا إن شاء الله لازم ولابد أن نخطف التثنقات ونقدم كل مواعدين وهذا ما يجي بالكلام هذا يجي بالجهد والتنزام بالواجبات وملاعبين شوين تعاملون داخل الملعب إن شاء الله نعم كابتن علي ملعب ديالة الكثير شكى من أرضيته هو الملعب طبعا هذا دمر خلال الحرب لكن بجهود بسيطة وبجهود ذاتية من قبل أبناء المحافظة الغيارة عادوا تأهيله من جديد وللآن يعني تخاض عليه بعض المباريات أو مبارياتكم أنتو الآن وضعية الملعب والنادي هل هي جاهزة وفعلا يعني يشكون منها الكثيرين وأنا أقول يعني مثل ما يشكي البعض من أرضية الملعب منتو أيضا جاي تلعبون على نفس الأرضية فهذا عذر نعم نعم هذا سوء لا لا أستاذ محمد يعني إحنا أرضيتنا ترى حديثة يعني ما صار كث سنين يعني عشبه صيفي نعم الصيف خضار خضار ممتاز وأرضية مستقيمة نعم ومحترمة ونقل يرعب عليها نقل كرة سهل لكن بالأجواء الباردة يفقد لونها تدري يعني مدام نعم مدام الخضار عشبتنا اللي بالملعب مدام على العموم أرضية محترمة وأرضية لا بأس بيها بس أنا أقول لك تفقد لونها بالأيام الباردة صحيح أرضية أفضل من كثير من أدية ملاعب الأندية اللي يدخل بين المباريات بعض الأندية صوب غوب بسيبري أخضر الأرضية تدري أنت بعض الأندية الجماهيرية أدري أعرف بي لا 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 أرضيتنا ممتاز بسيبري أقول لك بشي يعني تفقد لونها إلى الأسفرار نعم ومو دامة الخضارة مو مثل الملاعب البصرة فيحام مثل الملاعب الآن كابتن علي هاي الانتصارات رجع الجماهير كومو أنا أدري نادية يالا من شنو نجي نلعب على ملعب لدارة المحلية واذا كان يطلق عليه هذا اللاعب يعني أنا كان رجعت الجماهير الآن وحضورها ومعازرتها للفريق البرتقالي الجماهير يالا جماهير كبيرة جدا يعني حتى تفوق أغلب الأندية وإحنا ملعبنا مية تسع تشاهدت المباريات اللي يبثوها ومواقع تواصل الاجتماعي الملعب يكتظ الجماهير بأبسط المباريات يعني مباراة الميناء مباراة قمة الملعب ما لك مجال تقعد به يعني بس حتى باقي الملاحظة مباراة نادل حسين إن شاء الله رح شوف الحضور الجماهيري والناشد جمهورنا علي عبد الله واللاعبين والإدارة السواء واللي عليهم ها سوقفة الجماهير والمسؤولين بالمحافظة من هاي المباراة تبدي حتى نبقى بالصدارة وقدت لك شم اللعبة عندك على أرضك عندي ست مباراة على أرضي إن شاء الله وأربعة خارج أرضك ويا نادل حسين على أرضك إن شاء الله بعدها نسافر للسماوة فيجونا مباراة ونسافر مباراة إن البقيات يمنا إن شاء الله آخر خمس مباراة أربعة من عدن ملعبنا مباراة الحسن إن شاء الله نعم 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 طيب الآن باختصار دوري الدرجة الأولى الحقيقة هو هذا الدوري المظلوم أحس بكفاءات من اللاعبين الموهوبين ودوري بين الدية وإثارة بالحضور الجماهيري وللأسف للأسف ماكو تغطية تلفزيونية أو إعلامية أو نقل للمباريات لهذا الدوري فمعرفت شاطر من الرأي كابتن علي أم لديك رأي آخر كلامك كلامك عين الصواب سيد محمد يعني إحنا مباراة الميناء شفت أنت يعني عندنا هواي مواهب تستحق تمثيل منتخب وطني منتخب عراق ومنتخب عراق ومنتخب عراق يحسنا أنا لاعب مصعب محتوي وأعرف شو أنا أحتي فيه ما رأي غير لاعب صغير السن لكن أنا راه مصعب لو أنا مدرب منتخب أو أي مدرب منتخب شاهد مصعب كلها الأربع مرات خمس مرات يكون أساسي في بطولة الخليج ويكون أفضل لاعب في بطولة الخليج اللي مضت يعني اللاعب مصعب جمال الذكروا هذا الاسم إن شاء الله ما ينغر إن شاء الله ما يصب الغرور الله سبحانه وتعالي بإلعان الأصابة إنسان محترم ومؤدب وملاعب يقدم كل ما وبالمناسبة أربع عندي أكثرهم من المحافظة لو عندك لاعبين من غير محافظات عندي عندي الأغلبية من الديالة بس عندي الأضاف الأضافة المكملية من الفريق عندي لاعب من الناصرية عندي من السماوة من الأعمار يا بل عندي يتخاف منكم ليقول لك ثلثين نطق له لديالة شلوان بعد والله إن شاء الله على هالمقول هاي نتأهل بي الدروم بإذن الله تعالى بإذن الله ككادر تدريق ودعم إدارة وجهد اللاعبين ودعم جمهورنا الكبير إن شاء الله نكون محافظين على الصدارة ونتجاوز العقاب العقابات العرفون وأنا يعني يعني حاجوا يا اللاعبين ونتكلموا ياهم أنه كل مباراة صفحة طويلة كانت خسارة سمح الله أفوز وبالمناسب إحنا 12 مباراة لعبنا خضنا تفزنا في 7 مبارايات وتعادلنا في 4 وخسارة واحد يعني أقل فريق كابتن علي أنا الأول في سعيد اليوم بحضورك الكريم وأتمنى لك الموفقية والموفقية لهذه المحافظة العزيزة الغالية كبقية محافظاتنا لأنه أرجع وأقول والله ديالة مظلومة إعلاميا لكن إن شاء الله يعني أنت عدت هذه المحافظة إلى الواجهة وأصبحت الآن هي يمكن حديث الساعة لكل البرامج والإعلام لذلك اليوم متشرفنا بحضرتك ويسعدني أن أسمع كلمة من حضرتك إلى جمهور ديالة إلى لاعبي ديالة وإلى أبناء محافظة ديالة يا ريت والله هي الحقيقة السابحة لي كل الشرف التقيت وأن الحقيقة بدون مجاملة أنا تعرف تدام أنا أتكلم عن الآن بس حقيقة أنت إنسان منصف وإنسان محتفظ وبيتلك والله بدون مجامل وتمل ناول قضايا الرياضة بكل رحاض الصدر ومدغث أحد وما تستهين من أحد وما تنتقص من أحد فأني اللي ممتن من حضرتك ومن جنابك وممتن القناة الشرقية المحترمة وأني سعيد جدا باللقاء معاكم وإن شاء الله اللي أطالب من جمهور ديالة أني آزرون في المباراة اللي قال في المباراة اللادمة ويكونون خير سند إني ردو أقفتهم قلت لكم اللي علي عبدالله واللاعبين والإدارة إن شاء الله مسافات بعيدة إن شاء الله ما بيه أنه بين الدور المتازل إلا القليل وهذا ما يجب بكلام دعم الجماهير ودعم المسؤولين المحترمين في المحافظة وخلي التفتون على ناديهم الفقير ماديا نعم وأشكرا شكرا جزيلا أنا أشكرك كابتن علي شكرا جزيلا الكابتن المتألق اللاعب السابق والمدرب الحالي الكابتن علي عبدالله وأتمنى الموفقية لنادي ديالة حقيقة هذا النادي ليستحق الاحترام ويستحق التقدير لما يقدمه من إنجازات ومن مستويات رائعة مع أمنيات القلبي لجميع الأندية بالموفقية والنجاح سادة الأحبة من ديالة الحبيبة وصلنا وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة اللي كان فيها ضيفي الكريم مدرب نادي ديالة بكرة القدم الكابتن علي عبدالله وكان محور حديثنا هو نادي ديالة وانتصاراته لكننا سنستمر بالحديث عن فرق دوري الدرجة الأولى وبقية الأندية بإذن الله أنقل لكم تحيات جميع زملاء اللي كانوا معي في هذه الحلقة من استوديو البث والكنترول وخلفهم المخرج المبدع قحطان الطائي ومني أنا محديثكم محمد إبراهيم الناصر على أمل اللقاء بكم بإذنه تعالى يوم غد وحلقة جديدة من حلقات الشوط الثالث عبر الشرقي طبتم في أمان الله إلى يوم غد نقول لكم في مرة ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة